أدان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية حيث أكد عبدالعاطي أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة داعيا لاحترام سيادته وسلامته جاء ذلك خلال اللقاءهما على همشي أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعيات العامة للأمم المتحدة بنيورك ونقش الوزيران التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة واتفق الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمرة واطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الشأن والحيلولة دون توسع المواجهات من جانبه قدم وزير الخارجية اللبناني شكرا لمصر على موقفها الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية بالاكتياح البرية